بالمقابل وإذا كان الكثيرون يتوجهون إلى جبال الشريعة من أجل الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وخاصة في فصل الشتاء مع تساقط ياثلوج فإن هذا الفصل يعد نقمة على بعض سكان المنطقة ياسر العربي والتفاصيل هذه هي الطرق المؤدية لأعلى مدينة الشريعة كل فصل الشتاء تغلق ويحاصر سكان المنطقة شاهدتم كيف تقدمنا من أسفل بلدية الشريعة وحتى هذا المكان أعلى قمة وأعلى منطقة وأعلى نقطة في جبل الشريعة بولاية البليدة الطريق مغلق الثلوج 10 سم مكدسة على الطريق دون أي حضور لكاسحات الثلوج لكي تفتح الطريقة للمواطنين في هذه المنطقة درجة الحرارة الآن 5 درجات تحت الصفر أو أكثر بكثير في هذا المكان وخلف هذا الصور مواطنون تحدتهم الطبيعة فوجدتهم أقصى وأشد منها سنشاهد الآن حالة بعض العائلات المحاصرة في هذا المكان فلنشاهد حكيم يسكن في هذا الكوخ الخشبي الصيفي منذ سنوات الثلوج شققت الكوخ والجليد حوله لثلاجة تعمقنا أكثر أعلى الشريعة فوجدنا هذا الساكن يصارع الثلج لوحده مشكلة أطريق في الثلج أطريق ما تنحلش صوف أنا ما أحكي لك شعال الشوافرة تعبوا شوصي ذو كذا كي تجيهم مرض من الولايات ولا ما عند ديريكتور تحهم تعبوا شوصي تعال أشغال عمومية قال ما تحلش حل غير ذو تناصيون أما عم أحمد فهو يقطن هذا المخيم الصيفي القديم منذ عشرات السنين وكله مرقع بالأكياس يبيت كل ليلة يخشى أن يسقط عليه أو على حفيده هي الطبيعة تحدت هؤلاء فوجدتهم أكثر صلابة فهل من معين لهم؟